اشتركوا في القناة احنا معانا في الفصل الدراسي الثاني خمس فصول الفصل الاول بيتكلم على انواع البيانات بناخد فيه انواع البيانات الموجودة ايه هي السوابط والمتغيرات يعني ايه جملة التخصيص ايه هي اولويات تنفيذ العمليات الحسابية بنتكلم بعد كده على الاخطاء اللي ممكن نشوفها لما نعمل برنامج الفصل التاني بيتكلم على حاجة اسمها البرانشنج او التفريع وهنا بناخد فيه جملة اف اف زين هنا بتتعامل مع شرط بتختبر هذا الشرط وفي حالة تحقق الشرط بيعمل كود معين او بينفس كود معين في حالة عدم تحقق الشرط بينفس كود اخ ممكن لها اشكال او حالات كتيرة هنتكلم عليها كمان شوية وحنجاوب على اسئلة حضراتكم الجزء التاني الجزء التاني هيكون معانا الجزء التاني هيكون معانا الفصل التالت وهو خاص بعملية التفريع او البرانشنج والتفريع او البرانشنج هنا بجملة اف زي ما اتفقنا في الفصل التاني الفصل التالت بنتكلم فيه على اللوبينج او عملية التكرار لما يكون عندي كود معين ومحتاج ان انا اكرر الكود ده عدة مرات ففي عندنا اساليب مختلفة او جمل مختلفة ممكن نوظفها في عملية التكرار هناخد فيها مثلا جملة الفورن نيكست هناخد فيها دو هوايل هناخد فيها دو ولوب هناخد فيها الطايمر كل دي حاجات من الممكن ان احنا نوظفها في عملية التكرار كود معين الفصل الرابع بيتكلم على الإجراءات والدوال إيه المقصود بالصب يعني برنامج صغير أو فرع صغير إزاي بنتكلم على الفونكشن أو الوظيفة بنعملها إعلان لها وثم إعلان واستدعاء للدل الفصل الخامس بيتكلم على جزء من التعدي الإلكتروني ده أحد الموضوعات الخاصة بالاستخدام الأمن للإنترنت بيليها ده الفصل الأخير اللي نحن بنتناول مجموعة الإجراءات الخاصة به معالجة إزاي نتعامل مع إنترنت بشكل آمن إيه الوسائل والأساليب اللي ممكن تخلينا نتعامل مع الإنترنت بشكل آمن والإجراءات اللي نحن ممكن نقوم بيها علشان نحمي نفسنا ونحمي الجهاز بتاعنا ده تقريباً الخمس موضوعات أو الخمس فصول الدراسية اللي موجودة معنا في الفصل الدراسي التاني الأول بنتكلم مع بعض كده استعراض سريع على إيه المقصود بأنواع البيانات البيانات اللي احنا بتستخدمها ده الجزء الأول في الفصل الأول اللي بتاعنا لو نشوفه على الشاشة كده بسرعة كده إيه المقصود ده أنواع البيانات هنجد أن ألواع البيانات اللي بنتعامل معها لو ده نموذج أو فورم في مجموعة مختلفة من البيانات هتجد أن كل بيان منهم ليه نوع مثلاً لو أنا بسأل على الاسم يبقى ياسمين مع التامر مثلاً اللي موجودة معنا ده بيعتبر ايه بيان نصي أو بيان حرفي لو أنا بكتب تاريخ الميلاد بتاع الطالب ده أو الدارس ده أو الشخص ده يبقى تاريخ الميلاد في هذه الحالة بيعتبر بالنسبة لي بيان تاريخي إذا أنا بكلم على النوع بتاع الشخص هل هو ذكر أم أنسة يبقى أنا عندي اختيار من اتنين يا آآ يا لأ يا صح يا غلط يا ذكر يا أنسة يبقى في هذه الحالة بنسميه نوع بيان منطقي أو لوجيك إذا في عندي عدد أفراد الأسرة خمسة أو ثلاثة أو أربعة يبقى هنا رقم يبقى ممكن يكون نوع البيان إيه رقمي دي كلها أنواع بيانات وفيه أنواع تانية مختلفة إذا مجموعة البيانات اللي احنا بنتعامل معها أو الأنواع دي محتاج أدخلها أو أتعامل معها علشان أقدر أتعامل معها لابد أن أنا هتدخل عندي في الزاكرة يبقى فيه الأول على الفورم أو على الكائن كائن معين على النموذج بيستقبل هذه البيانات وهذه البيانات عشان أقدر أتعامل معها لابد أن أنا بخدها معايا في متغير في الزاكرة أو بخدها في ثابت في الزاكرة في هذه الحالة يبقى أنا أوجدت لها كيان واخذتها في مكان معين بشكل مؤقت أقدر أتعامل معاها من خلال حاجة اسمها الثوابط والمتغيرات وده الكلام اللي إحنا درسناه حننا نتناول عنه بشكل سريع كده معلومات فيه الجزء اللي بعد كده إزاي نخصص قيمة معينة تم إدخالها على كائن في الفورم ونبدأ ناخد التخصيص ده ونعين البيان بتاعه أو القيمة بتاعته فيه متغير داخل الزاكرة يبقى هنا عملية التخصيص أو جملة التخصيص اللي إحنا بنتكلم عليها الجزء الأخير أو اللي بقابل الجزء الأخير معنا في الحتة دي اللي هي مسألة أبقى فاهم أن طبيعة البيان اللي إحنا بنتكلم عنه محتاج لعملية إعلان وده هنستخدم لها جملة معينة في السوابط ونستخدم الجملة تانية فيه المتغيرات طيب علشان نقدر نوصل بشكل أسرع للنتيجة اللي إحنا عايزين نحققه من المتقرع بتاعنا وحضرتك تراجع معي بشكل سريع حنقول مع بعض كده إحنا هنتكلم بشكل أساسي على سوابط المتغيرات باعتبار أن ده جزء مهم قوي وحنجمعه مع بعض كده بسرعة أولا علشان يكون عندي ثابت أو متغير يبقى ده مكان في الزكارة بيتحجز هذا المكان لا بد أن يكون له اسم والاسم ده ليه شروط يبقى الشروط اللي إحنا هنقولها دلوقتي بتمشي على السوابط وتمشي على المتغيرات هي هي سواء كان كونستانت ثابت أو متغير شروط تسميتهم واحدة يبدأ الاسم بحرف لا يحتوي على علامة خاصة زي الفصلة أو علامة استفهام أو نجمة أو شرطة نقطة أي حجم الحاجات دي كلها تعتبر علامات خاصة المفروض أن احنا ما نضعهاش في اسم المتغير أو السابت يبقى بيبدأ بحرف ما فيهوش علامات خاصة ما تخدش فيه مسافات ما بتكتب الاسم ده يفضل يفضل هو ليس من الشروط ولكن يفضل أن يكون التسمية المتغيرات أو تسمية السوابت اللي احنا بنتعامل معاها معبرة عن القيم اللي هتحتويها أو البيانات اللي هتوضع فيها طيب إذا أنا حبيت أعلن عن سابت يبقى بستخدم عبارة أو كلمة اسمها كونستانت كونستانت ده بنختصرها لـ C-O-N-T اللي هي كلمة كونست يبقى ده تعبير أو الأمر اللي أنا بستخدمه للإعلان عن سابت كونست إذا أنا حعمل إعلان عن متغير يبقى أنا بستخدم جملة تانية خالص أو أمر تاني خالص اسمه دايمنشن D-I-M يبقى دايمنشن اختصارها D-I-M يبقى هنا بعمل إعلان عن متغير سواء كان الإعلان عن المتغير أو عن السابت يبقى إحنا بدأنا بكونست أو بدأنا بدايم لقينا دايمنشن يبقى بنعرف أن ده متغير لقينا كونستانت يبقى اللي جاي بعدها سابت سواء كانت الكلمة دي أو دي اللي بياليها إيه اللي بياليها اسم المتغير أو اسم السابت والهينا يكون معبر عن القيمة اللي هتحتويه طيب الجزء اللي بعدها لازم أحدد نوع هذا المتغير ونوع المتغير بيبقى جاي من نوع البيانات اللي هتتخزن فيه زي ما شفنا اسم الطالب زي ما شفنا العنوان بتاعه تاريخ الميلاد زي ما شفنا عدد أفراد الأسرة زي ما شفنا وكل نوع منهم ليه إعلان لما عملنا الإعلان الفرق بقى في عملية الإعلان هنا إننا من الممكن إعلنت عن متأسابت يبقى لازم السابت ده يوضع فيه قيمة والقيمة دي لا تتغير أثناء سير البرنامج يبقى احنا استمدين هنا تعريف أو استنتجنا مع بعض تعريف السابت بإنه إيه؟ بإنه مخزن في الزاكرة له اسم وبيحتوي على قيمة سابتة لا تتغير أثناء تشغيل البرنامج يبقى في هذه الحالة بقول عليه سابت وبيتم الإعلان عنه بكونست أما المتغير فهو برضو مخزن في الزاكرة بيتم تسميته أو الإعلان عنه وليه نوع ولا يحتوي على قيمة وإن كان من الممكن إن أنا أعمل في جملة الديمنشن أو تخزين قيمة ابتدائية بس هنا بسميها initial value أو القيمة الابتدائية للمتغير ولكن المتغير هنا مستو إنه بيتم تغيير قيمته أثناء تشغيل البرنامج يبقى هنا قدرنا نحن نعلن عن السابت وبندله قيمة ما بتتغيرش أثناء تشغيل البرنامج وممكن نعلن عن المتغير ومحتمال نضع فيه قيمة بس في هذه الحالة ما بقولش عليها قيمة سابتة بقول عليها initial value أو قيمة ابتدائية ولكن هذه القيمة أعمى أعرف إنها هتتغير أثناء تشغيل قيمة أثناء تشغيل البرنامج ده الفرق ما بين السابت والمتغيرات وعملية الإعلان عنهم وإنه ممكن يحتوى على قيمة وإن القيمة دي بتبقى ليه نوع والنوع ده بيتحدد على حسب طبيعة البيانات اللي احنا بندخله آخر حاجة بتبقى مهمة جدا إنه نحن نعرفها إنه كل نوع من الأنواع بيبقاله حاجة بنسميها رينجي أو نطاق للبيانات يعني طبيعة البيان ده ليه حد أدنى وليه حد أقصى فعلى سبيل المثال مثال بسيط جدا يعني إذا أنا أعلنت عن متغير نوع بيت في هذه الحالة النوع البيت يبقى معناها قيمة وقامية صحيحة سيتم تخزينها في هذا المتغير كويس البيت ده ليه حد أدنى قيمته صف والحض الأقصى ليه 255 يبقى أنا من حقي أخزن قيمة ما بين الصف وال255 في المتغير لنوعه بيت طب إذا أنا دخلت قيمة أكبر أو دخلت قيمة أقل من الصف في هذه الحالة مش هيقبلها مني لأن طبيعة المتغير ده النوع ده لا يقبل قيمة أكتر من 255 ولا يقل عن صف يبقى في هذه الحالة أبقى فاهم أن كل نوع من أنواع المتغيرات أو السوابت في هذه الحالة بيبقى لها رنج من إدخال البيانات أو قيمة معينة لا تقل عن ولا تزيد عن قيمة أخرى مش مهم أن حضرتك تحفظ القيم دي لكن أبقى فاهم رنج أو نطاق من البيانات بيتم إدخالها فيه ده تقريبا ملخص سريع لأنواع البيانات ويعني إيه سوابت ويعني إيه متغيرات وعملية الإعلان عنهم بكلمة dimension فيه أو دايم فيه في المتغيرات وكلمة كونس فيه السوابت بنجي بعد كده لحطة مهمة جدا وهي مسألة إزاي أخصص قيمة معينة فيه اتصال تليفوني لو فيه سؤال علي من القاهرة تفضلي إزاي حليكي مستر أهلا فعند تفضلي سؤال بيقول ما هي قيمة المتغير في بعد تنفيذ كل كود مما يلي آه هم هم قودين إن هؤلاء حالتك هم سؤالين تفضلي ديم i as integer أيوة ديم c as integer أيوة c equal one c equal one for i equal one to three for i to i equal one to three three c equal c times i وايه c equal c times i c times i c times i next و next ده أول كود طيب معلش كلمة الجملة التانية في الإعلان دايمينشن كانت ال i integer والإيد والسي ايه والسي integer برده طمام 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 آم الكود التاني بيقول لازيم c as integer أيوة c equal one c equal one equal one أيوة do while أيوة c أصغر من عشرة تمام وكا بيقول c equal two times three two time two time two time c آم loop أيوة تمام سؤالك آم أنا عادي تارف طمسة متغير في الآخر هتبقى كام نتيجة المتغير c في الآخر كام آم وكان عادي سؤال تاني تفضلي هو لما في لما بعمل for i equal equal أي حاجة أو كده آم فهو بيطلع في الآخر آم يعني مثلا for i equal one to ten آم آم step two for i equal one to ten إيه step two step two أيوة message box N تمام آم نكست N وبعا كده عايز النتيجة عايز في الآخر يعني المسج بوكس أو هيطلع كام message box أو كده يعني message box كام آم message box N آم طب فين الان اللي تتحسب إزاي هي ديم N as integer في الأول يعني طبعا بعد ما أعلنه آم آم ففي الآخر عايز نكست بيقول next N وفي الآخر عايز يعرف يعني كام message box هتطلع وهيبقى فيها كام هيبقى فيها رجوع طيب هنوضح الجزء ده مع حضرتك حالة وفي فرق تاني لما بيجي next قبل المسج بوكس النكست قبل المسج بوكس آم فان عايز نعرف الفرق يعني لأنه مرة رح قال في الآخر هتطلع message box واحدة فيها 11 للمرة التانية دي والمرة الأولى قال إن هيطلع خمسة message box كل واحد هيبقى فيها واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة طب اوكي فانا بس كنت هايز أكد مرسي جدا لحضرتك فضل طيب خليكم معايا كده سواني هنرجع مع بعض نرجع مع بعض كده نشوف على الورق هنا الكلام اللي قالته بنتنا عايزين نشوف مع بعض كده فكرة تتبع اللوب او ازاي بنقدر نتتبع حلقة إكرارية معينة في البداية زي ما احنا شايفين كده dimension i as integer يبقى هنا تم الاعلان عن متغير باسم i والنوع بتاعه integer وdimension c as integer يبقى ده متغير تاني سي انتجر كم منكن اقوله i was c as integer يبقى انا عملت اعلان طالما انه هما نفس النوع وعملنا عنهم اعلان مرة واحدة في جملة واحدة بدل جملتين مفيش مشكلة الحالة التانية بقول ان السي بتسوي وان يبقى انا هنا حطيت قيمة للمتغير سي البداية بتاعتها بواحد طيب فوري الاي بوان تو ثري يبقى انا حبدأ فيه عدد او متغير هنستخدمه كاونتر هيعد معي من واحد الى ثلاثة بيقول لي هنا السي بتسوي سي باي او سي تاينز اي يعني انا حاخد القيمة بتاعت العدد اللي هي الاي بدأ عندي بواحد وحعمل لها ضرب في قيمة السي السي بدايتها معنا بواحد وحنعمل لها طايم للآي والآي عندنا بدأ بواحد يبقى واحد في واحد هتبقى النتيجة النهائية للسي في هذه الجملة او في هذه الحالة او في هذه اللفة او اول جملة في التكرار يبقى السي عندي بواحد اللي هي عبارة عن واحد في واحد بلاقي كلمة نيكست معناها ايه؟ حنرجع تاني لجملة الفور وحزود العدد بقيمة الزيادة بالنسبة لي ايه؟ اللي هي بتبقى بعد استب تبنى حاليا مكتوب في استب لأ مفيش في البرنامج استب معنا كده ايه؟ معناها انه اخد القيمة الافتراضية للستيب وهي الزيادة واحد دايما بلاس ون او قيمة زيادة واحد هي اللي بتبقى القيمة الافتراضية طب في هذه الحالة اصبحت الاي بالنسبة لي بقيت بكم؟ واحد زائد واحد يبقى القيمة الجديدة لها باتنين والاتنين دي حيتم مقارنتها بالحد الأقصى أو الحد النهائي لقيمة العداد وهي تلاتة ففعلا هي لسه يقلم التلاتة في هذه الحلقة إيه اللي حيحصل حينزل يكمل جملة التكرار التالية وهي إن السي بتساوي سي القديمة كانت عندنا بواحد طايم آي الآي هنا بكام الآي الجديدة إن هي باتنين يبقى واحد في اتنين أصبحت النتيجة الجديدة باتنين يبقى السي الجديدة بتاعتي ب apparent بكام باتنين يبقى ده الحلقة الجديدة لفت معايا وزادت القيمة الجديدة بتاعتي بأت باتنين بعد كده يلاقي نيكست يطلع يزود الاتنين بواحد تبقى تلاتة هل أنت وصلت للنهاية أيها ووصلت هيكمل وفي هذه الحالة يبقى السي الجديدة القديمة كانت عندي باتنين باي طايم آي آي الجديدة بتلاتة يبقى اتنين في تلاتة بستة يبقى قيمة السي الجديدة بقت بستة أو بسكس لما يجي يلاقي نيكست ويطلع يكمل يزود واحد على الثلاثة تبقى أربعة لما يجي يقارنها بالقيمة النهائية وهي ثلاثة بتاعت الكاونتر أو العداد حيلاقينا تخطيناها طالما تخطينا يبقى لازم ينزل بعد النيكست فحيلاقيني بقوله شوفي قيمة جديدة للسيب كام حنلاقي إن القيمة الجديدة هي آخر قيمة تم تخزينها وهي 6 يبقى إحنا آخر قيمة هتوصل لها اللي هي كام 6 ده بالنسبة للبرنامج الأول في الكود الثاني أنا بعمل إعلان عن متغير C وقيمته بالبدائية لسه ما حطناش فيها حاجة بعد كده قلت له C بتسوي واحد يبقى أنا حطيت واحد في المتغير أو خصصت واحد للمتغير C دو هويل C للزان 10 طيب C أقل من 10 طبعا هي بواحد يبقى واحد أقل من 10 إيه اللي هيحصل؟ هيضرب 2 في C يبقى 2 في 1 هتبقى إيه أول حلقة عندي أو أول لفة 2 في 1 في 2 ويلاقي اللوب يطلع هنا لما طلع هتفضل الواحد الكود ده ناقص حاجة الكود ده ناقص حاجة لأن بالحالة دي اللوب هنا هيبقى لمالة نهاية مش هينتهي كان لازم يبقى السي هنا بتساوي سي بلاس قيمة أو ممكن نعتبر هو القيمة الجديدة بتاعتها بقت بـ 2 يبقى هل اللي 2 أقل من 10 أيوة يبقى 2 في 2 بـ 4 بعد كده يطلع الـ 4 دي أقل من 10 أيوة 4 في 2 بـ 8 يزودها كمان يطلع يشوف هل الـ 8 أقل من 10 أيوة 8 أقل من 10 في هذه الحالة هينزل يكمل يبقى الـ 2 في 8 بـ 16 حيطلع بعد كده هل الـ 16 أقل من 10 لا فينزل بعد اللوب يبقى بيتم تنفيذ الكود بتاع التكرار عدة مرات إلى أن يتحقق الشرط طالما تحقق الشرط إن السي ليست أقل يبقى بيتم تنفيذ التكرار طول ما الشرط متحقق إذا الشرط لم يتحقق يعني السي بقت بـ 16 فبقت 16 ليست أقل من العشرة في هذه الحالة هيقف يبقى أنا آخر حاجة وصلت لها إن كانت السي عندي بكام بـ 16 لكن لو أنا بطبع كده طب فيه جزء هنا كانت بتسأل فيه بنتنا برضو هل أنا إمتى الميسج بوكس لو تحطت ما بين الفور و النكست ليها معنى وزا تحطت بعد النكست ليها معنى أولا علشان نبقى واضحين مع بعض كده كلمة فور ونكست ما بين الفور و النكست كده أنا أخذها قاعدة هي جمل أو كود بيتم تكراره بيتم تكراره طب إذا تحط هنا جملة ميسج بوكس بأي حاجة أنا حطبع ميسج بوكس أو حطبع رسالة في مربع نص هذه الجملة داخل الفور و النكست حيتم تكرارها عدة مرات على حسب اللوب اللي موجود معايا من كامل كان لكن لو كتبت هنا ميسج بوكس بعد النكست يبقى الميسج بوكس بيه هنا حيتكتب مرة واحدة فقط بعد ما الحلقة تخلص بعد ما اللوب ينتهي يبقى هنا الميسج بوكس إذا وضعت داخل التكرار يبقى حيتم بتكرارها وعدل مرة التكرار لو أنا كررت خمس مرات يبقى حيطلع لي خمسة ميسج بوكس أما إذا كان الميسج بوكس بعد النكست يبقى ده حيتطبع ما هو واحدة فقط أو حيظهر مربع الرسالة ما هو واحدة فقط لما تنتهي حلقة الفور نكست ده كان سؤالنا اللي جالنا من بنتنا في القاهرة طيب نرجع نكمل كلامنا في جملة التخصيص ونشوف مع بعض كده في الورقة بتاعتنا كده على الورقة أنا فكرة هنا جملة التخصيص بتيجي إزاي لو أنا قلت أنا عندي متغير A وعايز أضع في المتغير A ده قيمة أخصص له قيمة فممكن أقولي A بتوساوي مثلا 5 أو 5 إبقى A equal 5 هنا بنلاحظ حاجة علامة اليساوي دي هي اللي بتعرفني إن فيه جملة تخصيص موجودة وفيه طرف أيصر وفيه طرف أيمن الطرف الأيصر ده لازم يكون اسم متغير أو ثابت إبقى اسم مخزن في الزاكرة هنخصص له قيمة A القيمة اللي هتتخصص له هي القيمة اللي بتيجي بعد اليساوي والقيمة اللي بعد اليساوي قد تكون قيمة رقمية مجردة قد تكون متغير آخر يعني لو أنا قلت ال-B بتوساوي A تبقى ال-A equal 5 يبقى ال-B هتبقى هي كمان equal 5 يبقى أنا خدت القيمة اللي كانت موجودة في المتغير A وخصصتها للمتغير B يبقى ممكن يكون ال-A بتوساوي قيمة رقمية أو قيمة مجردة وممكن تكون اسم متغير آخر وممكن يكون تعبير حسابي إن أنا مثلا أقول C بتوساوي A زائد B فإذا كانت ال-A فيها 5 وال-B فيها 5 يبقى ال-C هتساوي كام يبقى ال-C بتوساوي A 10 أو C equal 10 يبقى هنا ممكن يكون جملة التخصيص بتاعتي تكون عملية حسابية طيب في حتة مهمة جدا إن أنا ممكن أعمل حاجة في جملة التخصيص هنا المرتبط بيها إن أنا من الممكن أعمل أو أراعي ترتيب العمليات الحسابية الأساسية في تنفذها يعني على سبيل المثال العلامات الحسابية اللي إحنا ممكن نوعيها إيه أو نجدها إيه في أي معادلة أي معادلة عندي ممكن تلاقي فيها علامات الجمع والطرح ممكن تلاقي فيها علامة الضرب وده بنعملها نجمة كده أو ستار ممكن تلاقي فيها علامة الاسمة يبقى هنا عندي جمع والطرح وضرب واسمة وممكن نلاقي علامة القس اللي هي عبارة عن 8 صغيرة كده على مفتاح الـ A الستة بالشفت يبقى دي العمليات الحسابية الأساسية اللي إحنا ممكن نتعرض لها طيب على سبيل المثال لو أنا جيت لحضورتك كده وقلت لك الـ A بتساوي 2 زائد 3 في 4 النتيجة بتاعت المعادلة دي كام أولا دايما بنلاحظ إن اللي على الطرف الأيصر ده اسمه متغير ده المكان أو المتغير أو المخزن اللي هيستقبل نتيجة التخصيص يبقى هو هيعمل المعادلة اللي بعد الإكوال النتيجة النهائية اللي هتطلع هتتخزن في المتغير A هتتضع في هيتم وضعه في مخزن في الزاكرة باسم A أو بعنوان A كويس المعادلة دي هنجد أول حاجة علشان ما نخبطش نفسنا أنا عندي كام عملية حسابية موجودة عندي إشارة الزائد أو البلاس وعندي إشارة الملتبلاي أو الدرب يبقى أنا عندي العلامتين بتوعنا هنا طب في ترتيب تنفيذ العمليات الحسابية قال للمسألة ببساطة شديدة كده احنا دائما نبدأ نشوف القس ليه الأولوي دائما هننفذ العملية الحسابية من الشمال لليمين من الـ من الشمال لليمين نبدأ أولا بالقس ثانيا عمليات الضرب أو القسمة أيهما أولا اللي يقبلني الأول ضرب أو اسما نعمله ثم الجامعة أو الطرح أيهما أولا طيب إذا أنا حبيت أعيد الترتيب ده أو أغلب أو أخلي مع عملية ترتيب معين يتم قبل الثاني يعني لو حبيت أخلي الجامعة يتم قبل الضرب في المعادلة اللي أنا قيلها دلوقتي أعمل إيه يتم وضع عملية الجامعة دي ما بين قسين يبقى الأقواص هنا لها أولوية يبقى أول حاجة بنوعيها مسألة الأقواص هي اللي بتديني أولوية تاني حاجة القس تالت حاجة الضرب أو القسم أيهما أولا رابح حاجة عملية الجامعة أو الطرح أيهما أولا يبقى المعادلة اللي إحنا بنتكلم عليها ببساطة كده نكتبها من تاني لو أنا قلت الإيه بتساوي 2 في 2 زائد 3 في 4 أول حاجة هنعملها إيه مين اللي ليه الأولوية الجامعة أو الطرح في المعادلة بتاعتنا الجامعة الدرب ليه إيه قيم ليه الأولوية يبقى أنا في الأول هناخد خط كده تحت عملية الدرب وبالتالي هتبقى الإيه بتساوي 2 زائد 3 في 4 هتبقى 12 بعد كده فضلت عملية واحدة فقط وهي عملية الجامعة يبقى الإيه هتساوي 2 زائد 12 هتبقى النتيجة النهائية عندي كام 14 ودي من الأسئلة كتيرة المتكررة اللي دايما بتيجي معنا بكل الامتحانات اللي هي مسألة ترنفيز ترتيب أولويات العمليات الحسابية وده القاعدة اللي منمشي عليها دائما نشوف لو في أقواس ننفذ الأقواس ما بداخل الأقواس أولا ما بداخل الأقواس أولا تب إذا كان بداخل الأقواس أكتر من حمليات مثلا عملية طرح وعملية ضرب أو عملية إسمة تعمل حضرتك الإسمة اللي جواه الأقواس أو الضرب اللي جواه الأقواس الأول بعد كده تعمل عملية الطرح بعد كده نبدأ نشوف ترتيب العمليات يليها نبحث عن الأس لو لقيناه يبقى لو ما نخلص جميع الأقواس نبدأ نشوف المستوى الثاني نخلص جميع عمليات الأس ثم جميع عمليات الضربة أو القسمة أيهما أولا ثم جميع عمليات الجمعة أو الطرحة أيهما أولا من اليسار إلى اليمين بتدور بنمشي بهذه القاعدة ناخد مثال تاني برضو على الجزئية دي باعتبار أن هي من ضمن الحاجات اللي بتبقى ما صار سؤال باستمرار أو أكتر من سؤال ممكن نشوفه لو جينا قلنا الـ x بتساوي الـ x بتساوي 2 زائد 8 على 4 ناقص 5 في هذه الحالة لو أنا حبيت أحل المعادلة دي هنعمل إيه؟ نبدأ نشوف العمليات الحسابية اللي عندك وهي الجمع والطرح والإسمة الإسمة لها أولوية عن الجمع والطرح يبقى الـ x هتساوي أول حاجة هناخد خط كده تحت عمليات الإيه؟ القسمة اللي 2 تتكتب زي ما هي والبلاص تتكتب زي ما هي وتمانية على 4 أو 8 ضيفية 4 هتبقى عندي 2 بعد كده هتبقى minus 5 أو minus 5 طيب اللي بعد كده جمعه طرحه والـ 2 نفس المستوى نبدأ بمين؟ نبدأ باللي جايلي من الشمال الأول يبقى حناخد الـ 2 زائد 2 بـ 4 يبقى الـ x بتساوي 4 ناقص 5 يبقى الـ x الجديدة هتساوي 4 ناقص 1 هتبقى ناقص A واحد يبقى دي النتيجة النهائية اللي أنا ممكن أوصل لها طيب شو فيه اتصال من الجيزة؟ نشوف مع بعض تفضلوا أهو سلام عليكم عليكم السلام واختبالوا تفضلي أنا عني السلام مستفى فيه إيه؟ بيقول لإختر قيمة المعروضة الصحيحة في أداة العنوان لبل 1 عند تنفيذ الكودة التالي ديم N as integer ديم S as integer 4 N بتساوي 1 2 4 لأ تاني تاني بعد الـ N as integer إيه؟ S بعد الـ N as integer dimension N is as integer بعدها إيه؟ 4 N بتساوي 4 N بتساوي 1 2 4 1 2 4 تمام S بتساوي S بتساوي S زائد N S زائد N ناكست ناكست M E dot level 1 dot text equal S ناكست إيه؟ 1 dot level 1 بعد ناكست M A M E M E M E M E M E M E M E M E dot level 1 dot text بتساوي S M E dot level 1 dot text M E dot level 1 dot text بتاع المثال ده أول حاجة زي ما حضرتك شايفها كده معي dimension N as integer يعني بيتم الإعلان عن متغير باسم N ونوع هذا المتغير أنه هو عددي صحيح أو رقمي صحيح 4 N بتساوي 1 2 4 يعني أنا هعمل طالما بدأت ب4 يبقى حضرته عن ناكست بتاعتها عشان أبقى أعرف بداية ونهاية الحلقة بتاعتي أو بداية ونهاية التكرار أو اللوب بدايته ب4 ونهايته بنيكست طيب برضو هنا في حتة نقصة أو حضرتك ما قلت ليش عليها اللي هي مسألة الإعلان أنا عندي متغير ال N ومتغير ال S لازم يكونوا الاتنين دول بيتم الإعلان عنهم يبقى أنا مش هقول dimension N بس dimension ال N وال S as integer ويبقى أنا أعلن على ال N وال S بقى أنا أعلنت على المتغيرات اللي أنا بستخدمها وهي ال N وال S طب أنا عندي ال N هنا بتمثل بالنسبة لي مين؟ بتمثل اللوب أو التكرار بتاعي يبقى العداد اللي أنا هستخدمه في التكرار بدء من 1 وينتهي ب4 وال S هتساوي S زائد N علشان بس ما نلخبطش نفسنا أول حاجة اكتب كده N موجودة هنا ونكتب قصادها S وكل حلقة بنلف عليها نكتب قيم المتغيرات اللي أنا بتعامل معها يبقى أنا لما بدأت ال N بواحد حكت بواحد تحت ال N كده تب ال S بتاعتنا بكام؟ حنزل أكمل بقى ال S بتساوي S S أول حاجة طالما أعلنت عن متغير وما هدوضعتش فيه قيمة يبقى قيمته الافترضية الأولانية كانت بصفر بعد كده بلاقي إن ال S بتساوي S يعني صفر زائد N اللي هي بواحد فحتبقى لما ال N بواحد هتكون ال N بكام؟ هتكون ال S بواحد لما بنزل ال N بطلع تاني أزود ال N بقيمة الزيادة تبقى أنا ما عنديش ستيب يبقى الزيادة بواحد ده القيمة الافترضية بلاس 1 أو موجب 1 أو موجب 1 يبقى هنا ال N الجديدة بقت باتنين يبقى ال S هتساوي كان فيها واحد ال N الجديدة باتنين وكان معنا واحد في ال S يبقى واحد واثنين هتبقى النتيجة الجديدة لل S بكام؟ بثلاثة نطلع تاني بعد النكست أزود ال 2 تبقى 1 يبقى بقت الجديدة ال N الجديدة بقت ب3 وال 3 هنا هنعمل لها زائد على التلاثة القديمة اللي كانت موجودة في ال S يبقى قيمة ال S الجديدة بإيه؟ ب6 أطلع أزود ال N بواحد فهتبقى بدل مكان الثلاثة بقت 4 4 و 6 هتبقى النتيجة الجديدة ب10 لما أطلع أزود ال N بواحد هتبقى ال N الجديدة ب5 5 زادت عن ال 4 أو القيمة النهائية يبقى هنا خلصة اللوب اللوب انتهى بالنسبة لي معادش ينفع أكمل فيه حاجة صيح ال N الجديدة زادت بواحد بقت 5 لكن أنا مش هستخدمها في عمليات حسابية لأن أنا عديت خلاص القيمة النهائية بعديت الأربعة آخر القيمة عندي أو الحد الأقصى في هذه الحالة حنزل بعد النكست يعني بيقول لي كلمة مي هنا اللي أنا شايفها مي ضد يعني إيه المقصود بمي هنا إن فيه لابل ده كائن object موجود على الفورم أو النموذج الكائن ده موجود على نموذج يبقى المي هنا بتدل على مين بتدل على الفورم 1 أو الفورم 1 أو 2 اللي أنا بتعامل معاه يبقى ده بتدل على الفورم أو على الكائن اللي اسمه فورم يبقى مي بتدل على الكائن اللي اسمه فورم بيحمل معايا label 1 طيب label 1 هنا إيه الخاصية اللي أنا هستعامل معاها الخاصية text لل label 1 يبقى text دي بتمثل خاصية أو property لمين للكائن label 1 طيب حيظهر فيه إيه النتيجة النهائية اللي هتزهر عندي مين هي قيمة الاس طيب الاس هنا بتسوي إيه جملة التخصيص بتاعتنا الاس النهائية عندي كانت بكم بعشرة يبقى me label 1 dot text equal s الاس النهائية عندي بعد اللوب بعشرة يبقى حيظهر عندي 10 أو 10 داخل label 1 ده الإجابة على سؤال حضرتك مع الشرح والتوضيح لو فيه أي سؤال تاني نقدر نجاوب عليه طيب لغاية ما يبقى فيه تواصل هنشوف مع بعض بقية الكلام هندي مع بعض كده معلومة صغيرة عن معادلة بسيطة ممكن يكون فيها عملية أقواس و نشوف مثال بسيط ليها كده لو أنا قلت مثلا ال y بتساوي 10 ناقص اتنين قص ثلاثة زائد ما بين قصين اتنين زائد واحد ده معادلة بسيطة كده بس تلاحظ حضرتك إن فيها ايه فيها عمليات حسابية طرح وقص وجم وجم كويس أول حاجة مين اللي يتم أول حاجة تنفيذ ما بداخل الأقواس أنا هاخد خط تحت العملية الحسابية اللي موجودة داخل الأقواس وتبقى ده أول جزئية بخلصها اتنين زائد واحد هتبقى بكام بثلاثة بقية المعادلة تتنقل زي ما هي يعني هتبقى عشرة وي بتساوي عشرة ناقص اتنين قص ثلاثة زائد ثلاثة اللي احنا جبناها طيب السطر الجديد اللي ظهر عندي ايه العمليات الحسابية اللي فضلة فيه الطرح والقص والجمع الاولوية المين الاولوية لعمليات القص برفع عليكم يبقى أنا هاخد خط تحتها كده ونكتب المعادلة زي ما هي يبقى الواي بتساوي العشرة زي ما هي ناقص اتنين قص ثلاثة يعني اتنين في ايه في اتنين في اتنين يبقى هتساوي تمانية زائد ثلاثة نقلنا الحاجات اللي انا ما استخدم ما احربتش ليها او مش هتعمل معاها بنقلها زي ما هي وتنزل في المعادلة طيب فاضل عندي ايه فاضل عندي طرح وجمع طيب العمليات الحسابية اللي تتم اول مين اللي يقابلني من الشمال يبقى هنا عشرة ناقص اتنين ناقص ثمانية يبقى الواي هتساوي عشرة ناقص ثمانية هتبقى اتنين زائد ثلاثة يبقى الواي النهائية هتساوي واخر عملية الحسابية هتتم اتنين زائد ثلاثة هتبقى كام هتبقى خمسة يبقى دي الناتج النهائي اللي هيطلع من المعادلة دي يبقى احنا بنمشي بنظام بسيط جدا خطوة بخطوة ما بنعملش اكتر من عملية في المحوى الواحدة وبتاخد خط تحت العملية اللي عليها الضوء وتبقى فاكر جدا ان اهم حاجة تنفيذ ما بداخل الاقواص واذا كان فيه قصين جواب بعض دايما بيتم القص الاول القص الداخلي هو الاول وبعدين نشوف الاقواص الخارجية ثم عملية القص اذا كان فيه ثم عملية الضربة او القسمة ايهما اولا من اليسار ثم عملية الجامعة او الطرحة ايهما اولا من اليسار ده تقريبا الجزء الخاص دي الفصل ايه الاول اخر جزئية في الفصل الاول معنا علشان نبقى برضو وغطناه كله بالكامل مع المراجعات الجزء الخاص دي مسألة رسائل الاخطاء انا عندي ثلاث انواع من الاخطاء اللي ممكن تصادفنا فيه خطأ بنسميه خطأ ساينتاكس ساينتاكس يعني خطأ لغوي يعني ايه خطأ لغوي او املائي هو مش املائي يعني كتابة بالاملة هو بنقصد بيها ان كل امر بنكتبه مع الكود لازم يكون حسب تعليمات اللغة اللي احنا بنستخدمها فاحنا في الفجرال بيزيك بيقول لي ان الاعلان عن السابت حاجة اسمها كونستانت كونستانت الاعلان على المتغير حاجة اسمها دايمنشن يبقى دي اي ام اذا حضرتك كتبت سبيلنج غلط غير دول هو مش بيقبلها فبقول في هذه الحالة ان انا عندي ساينتاكس او خطأ لغوي تب من اللي بيكتشفه المترجم بيكتشفه بيوقفك عليها مباشرة يبقى ده اسهل انواع الاخطاء وبيتم اكتشافه مباشرة من خلال المترجم ساعة ما بتكتبه غلط هو بيحس بيه وبيدلك عليها رسالة فانا بنسميه خطأ ايه ساينتاكس الحاجة التانية خطأ بنسميه خطأ لوجيكل يعني خطأ منطقي امتى يتم الخطأ المنطقي ده اولا البرنامج ما بيكتشفهش يعني حضرتك بتكتب الكود وبتنفزه وبطلع لك النتيجة ولكن النتيج ده صح والله غلط لازم اكون انا عامل ايه بقى بعمل حاجة اسمها بنفز البرنامج على قيم انا ببقى حسبها مسبقا اداني نفس النتيجة الكود بعد التنفيذ اداني نفس النتيجة يبقى انا شغل صح اداني نتيجة مختلفة يبقى فيه خطأ لغوي خطأ منطقي تم تنفيذه بدل مجمع دربت بدل مجمع تراحتي بقى هنا في هذه الحالة سياق او ترتيب المعادلات اللي انا بحسب عليها هي اللي مش مزبوطة وبالتالي النتيجة طلعت غلط فبسمي ده خطأ منطقي بيتم اكتشافه بعد تنفيذ البرنامج بشوف القيمة اللي طلعت من البرنامج والقيمة اللي انا حسبتها برا اذا كانوا الاتنين متسويين يبقى انا ما عنديش خطأ منطقي اذا كان فيه اختلاف غير متسويين يبقى انا عندي خطأ في المعادلات اللي انا بحست بيها وبالتالي بقوم بعملية المراجعة مرة تانية للمعادلات بتاعتي وشوف الاشعارات الحسابية بتاعتي او من الاخطاء اللي عندي اللي ممكن تصادفنا خطأ بنسميها run time arrow يعني خطأ اثناء التشغيل يبقى الخطأ الاخير ده لا يظهر الا عندما يتم تشغيل البرنامج بF5 تيجي حضراتك تشغله وتيجي تقوله نفذ البرنامج كده او اعمله run او start يجي يشغله ويجدي لك ايه يجدي لك رسالة اثناء التشغيل زي مثلا على سبيل المثال اعمل المتغير اللي انا باستخدمه في الكونتاو او العداد ادخل عليه عملية حسابية تغير من قيمته فيخواجه بعض اللوب دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تديني ايه خطأ مثلا وانا بشغل قلت له والله ده انا عندي متغير نوع بايت نوع بايت اخدنا ان الحد الادنى بتاعه zero والحد الاقصى بتاعه 255 طب اذا انا حطيت في المتغير ده قيمة خارج رينجي او الحدود اقل من الصفر او اكبر من الـ 255 حيديلك خطأ في اوفرفلو اوفرفلو يعني قيمة زيادة انت محملن بقيمة فوق طقتي مش قادرة اتعامل معها طيب جيت اعلنت عن متغير اه رقمي وحطيت في قيمة حرفية او نصية ما يقبلش مني حاجة زي كده فكل دي اخطاء بتبدأ تظهر معنا اثناء عمليات الايه التشغيل وبالتالي دي من ضمن الاخطاء اللي احنا ممكن نتعامل معها ده نمازج من نمازج الاخطاء اللي احنا ممكن نشوفهم ده تقريبا الجزء الاول او الفصل الاولاني بالكامل بجميع العناصر اللي كانت بتتكون وده اكبر حاجة او من اكبر الاجزاء اللي ممكن بتكون مسار للأسئلة عندنا طيب الجزء التاني او الفصل التاني خاص بمسألة البرانشنج او التفريع وده بيبقى من خلال جملة اسمها افزين ايلس وهنا علشان نشرح هتقوم لدي بسرعة كده وتبقى فهم الحدوطة بتاعتها عبارة عن ايه اول حاجة هي بتبدأ بف وف دي بياليها condition يبقى اف بياليها condition او شرط وبعدين كلمة زين يبقى الصينتاكس بتاعي اف وياليها ايه زين ما بين اف وزين بنحط condition او شرط طيب خليك معي كده الشرط ده عبارة عن ايه الشرط ده عبارة عن ثلاث حاجات بقارن حاجة بحاجة يعني مثلا اقول اف الا جريتر زين فايف يعني ايه هل الا اكبر من خمسة يبقى هنا حضرتك بتلاحظ ان ده كله شرط بيتكون من ثلاث اجزاء الا بتمثل بالنسبة لي اسمه متغير وبعدين علامة منطقية والعلامة المنطقية ده واحدة من ستة هي علامة اكبر من يعلمة اقل من او اكبر من او يساوي اقل من او يساوي علامة يساوي علامة لا يساوي يبقى علامة من العلامات المنطقية طيب الايه اكبر من او اقل من او لا تساوي كام يبقى انا لازم اقارنها بحاجة تانية حاجة تانية ده قد تكون قيمة مجردة زي ما قلنا بتساوي خمسة قد تكون قيمة تكون معادلة هيحسب حاجة أو يضع بحاجة أو ناتج دلة قد يكون متغير آخر هل الإيه أكبر من البي يشوف البي إيه فيها كام والبي فيها كام والنتيجة بتاعتهم صحة أو غلط نتيجة تنفيذ الكونديشن أو الشرط ده حاجة من اثنين يأما أن نتيجة الشرط ده ترو يأما أن نتيجة الشرط ده إيه false يبقى دايما أي كونديشن بيوضع فيه ثلاث أجزاء نتيجة تنفيذ هذا الشرط أو الحساب بتاع الشرط ده نتيجته يأما ترو يأما false يأما ترو يأما false كويس أول إذا نرجع تاني نلخص الكلام ده بشكل أبسط شوي لو أنا قلت if وحطينا الشرط اللي قد تكون النتيج بتاعه ترو أو يكون النتيج بتاعه false بيليها زن طيب إذا كان هذا الكلام صحيح إيه اللي يحصل والله فيه حاجة اسمها جواب تحقق الشرط يعني الشرط ده جواب تحقق الشرط يعني الترو بتاعتي إذا كان ناتج الشرط ترو يقوم بعمل كذا وكذا وكذا مجموعة جمل بنسميها إيه بنسميها كود طيب إذا كان هذا الكلام غير صحيح في هذه الحلقة إيه اللي يحصل بيبقى عندي حاجة اسمها else وإلا وإن لم يكن هذا الشرط صحيحا يعمل كذا وكذا 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 يبقى ده كود تاني طيب الكود التاني ده بيمثل بالنسبة لي إيه جواب عدم تحقق الشرط اللي هو في حالة false إذا لم يتحقق الشرط طيب الكود الأولاني ده جواب تحقق الشرط يبقى ده التهو إذا كان الكلام ده مظبوط ويبقى عندي هنا حاجة اسمها endf يبقى هنا بتلاحظ حدرتك ان F بتاعتنا يليها شرط ثم zin اللي بيجي بعد zin جواب تحقق الشرط وهو كلام بتاعته إذا كان نتيجة الشرطته ويعمل الكود ده إذا لم يتحقق الشرط بينزل بعد else ويعمل الكود ده يبقى ما بين الـ F و else بيعمل جواب تحقق الشرط أو جواب الصحيح أو نتيجة الشرط ده صح يعمل الكود اللي هنا إذا كان تنفيذ الشرط خطأ نتفيذ الشرط خطأ false يعمل الكلام اللي موجود او ينفذ الكود اللي موجود ما بين الالس والاند ايه اف ده بنسميها بلوك اف لانها كتبت على اكتر من سطر كتبت على اكتر من ايه من سطر لها اف ونهايتها اند اف وفيه شكل بسيط جدا لجملة الاف تعملها في ايه في جملة واحدة او في سطر واحد يعني ان حضرتك تكتب اف وتكتب الشرط وبعدها زن وتكتب الجملة بتاعة الكود بتاعة روح والس وتكتب الكود بتاع الفولس يبقى كله على سطر واحد في هذه الحالة انا ما حطتش اند اف خالص طيب احيانا تجد حالة تانية يقولك اف وتحط شرط وبعد الشرط زن ونكتب الكود واند اف طيب هنا الكود اللي حيتم تنفيذه ومتى يتم تنفيذه الكود بتاع الاف هنا اذا كان الشرط النتيجته ايه تهوه فقط طيب ولو كان غلط الشرط النتيجته غلط ما بيعملش حاجة مع الاف بينفذ الاوامر اللي بتالي جملة اف مباشرة يعني لا يقوم بتنفيذه الامر اللي ما بين الاف والا والاند اف بتاعيه تماما في حاجة اسمها نستد اف او اف المتدخلة ان حضرتك بتكتب الاف وبتحط بعضها شرط وبتكتب كلمة زن وبعدين بتكتب كود معين والكود ده بيمثل التهوه او جواب تحقق الشرط وفي عندي هنا الس والس هنا لها شرط اخر يبقى ما بنقولش الس بس بنقول الس اف طب طالما فيه اف جديدة يبقى لازم يكون معايا شرط كمان يبقى الاولان ده شرط وقم واحد الش تاني ده شرط وقم اتنين كويس الشرط التاني اللي جاه ممكن يكون لجومة اليس في هنا زن لها برضو يبقى ده اليس بتاعها هيعمل الكلام ده طب else else دي خاصة بالف الايه الداخلية ويبقى عندي هنا كود تاني خاص بنوع اللي هو عدم تحقق الشرط اتنين يعني يس للشرط اتنين ونوع للشرط اتنين وند اف اند اف اللي احنا عملناها دلوقتي بقت للف الداخلية وفي اند اف تانية للف الاولانية خالص اللي موجودة عندي يبقى الاف هنا الاولى لها اند اف في الاخر واف الداخلية لها اند اف خاصة بيها وده بنسميها نستد اف طيب الالس اف كل ده بيمثل بالنسبة لنا نو لمين للشرط رقم واحد للشرط الاولان تمام يبقى هي نفس المبدأ او الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها بس نبقى فاهمين ان كل اف بيليها شرط والشرط ده مقارنة مقارنة مبين حاجتين نتيجة المقارنة يتصحي غلط اذا كان صح بينفذ الاوامر التي تلي ايه زين اذا كان غلط بينفذ الاوامر التي تلي الالس ده المفهوم بتاع عملية التفريق طيب عملية اللوبينج او التكرار مجموعة من الاولان يعني مثلا انا عندي كود معين وليكن جملة 2-3 ده كود والكود ده انا عايز اكرره الكود ده انا محتاج ان انا اعمله عملية تكرار عدة مرات طيب ايه اللي حاجة اللي ممكن تخليني اكرره والله عندي جمل كتير للتكرار يا اما اذا كان عدد مرات التكرار محدودة او محددة انا عارف بدايتي كم ونهيتي كم يبقى في هذه الحالة استخدم جمل التكرار اسمها فور ونهيتها نيكست يبقى انا بضع الجمل للمرات تكرارها ما بين الفور وما بين نيكست الفور هنا لها شرط ان لازم تستخدم لها عداد يعني متغير فليكن مثلا اي او ان ويساوي قيمة البداية وليكن هنبدأ من واحد تو قيمة النهاية وليكن هننتهي عند عشرة في حاجة اسمها استيب وهي قيمة الزيادة ما تكتبهاش استيب 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 يعني قيمة الزيادة الزيادة عندي هتكون كام والله القيمة الافتراضية ان هو بيزود واحد انا ممكن اقول زيادة اثنين زيادة تلاتة زيادة خمسة لكن اذا كانت القيمة ببلس ون يبقى من الممكن حضرتك ما تكتبش استيب خالص يبقى اذا انا ما كتبتهاش هو اوتوماتيك بيزود ايه واحد فهنا اللي بيحصل معنا فيه عملية الفور والنكست ممكن تستبدل الفور النكست بان بجمل اخرى للتكرار وهي مثلا دو هوايل دو هتقول له نفذ هوايل وبتحط بعدها condition او شرط وتكتب الجمل المرات تكرارها وهتقول له لوب كرر فكل ما يرجع لللوب يزود او يشوف هيعمل عملية التكرار ازاي سيتم تنفيذ الاوامر اللي موجودة ما بين دو هوايل لوب تنفيذ الاوامر ديا طالما ان الشرط ده صحيح طول ما الشرط ده تروح هو بينفذ الاوامر بتاعت التكرار اي حاجة تغير الشرط وتخلي النتيجة بتاعته false يخرج بره اللوب او بره الحلقة يبقى هنا المقصود بعملية اللوب طيب البعض كده اخر حاجة معنا في التكرار حاجة اسمها التايمر والتايمر هنا ان انت ممكن تضع مجموعة من الجمل مرتبطة باداة معينة في الفجر والبيزيك اسمها تايمر هذه الاداة بتعمل بتوقيت معين حاجة بنسميها interval interval كل الف وحدة منها بتسوي واحد ثانية يبقى كل one thousand equal one a second ده بالنسبة لي الانترفال او القيمة الافتراضية اللي احنا ممكن نزودها والله كل ما يعد علينا الوقت معين يتم تنفيذ الاوامر دي عد الوقت ده تاني يتم تنفيذ الاوامر مرة تانية يبقى انت ممكن حضرتك بتستخدم اكتر من اسدوب لتكرار مجموعة من الجمل الجمل اللي انت عايز تكرارها مرتبط ترتيبها او تنفيذها بشرط يبقى في هذه الحالة بنستخدم ده ويل الجمل اللي مرتبط تكرارها دي مرتبطة بعدد مرتبط تكرار يبقى بتستخدم الفوره النكست الجمل اللي انت عايز تكرارها مرتبطة بوقت معين يبقى بتستخدم الاداة تايمر او بتدع جمل التكرار في الاداة تايمر ده الفاصل الرابع او المراجع بتاعتنا على الجزء ده الحاجة المهمة او الاخيرة اللي موجودة معانا وده فاصل بسيط جدا خاص بلاستخدام الامن للانترنت وهو مسألة التعدي الالكتروني فارق ما بين السلوك اللي انت بتقوم به لما يقع عليك تعدي زي تحرش او زي اعتداء الالكتروني او زي استثناء او زي مثلا تحرش اي حاجة من الحاجات دي وما بين الوسائل اللي احنا بنستخدمها في عملية التعدي الالكتروني سواء كان ايميل او سواء كان وسائل اتصال الالكتروني ده تقريبا مراجع بتاعتنا وسعيدنا بيكم جدا ونتمنى ان احنا لو في اي يعني نراجع مع بعض الكلام اللي حامل قوله نقرأ السؤال بهدوء كده ونفكر فيه الاجابة بتاعتنا ونتتبع خصوصا في البرامج البرامج اللي بتيجي معنا نتتبع نعمل حاجة اسمها تريسينج او تتبع للايه للاجابة بتاعتنا وان شاء الله ربنا يوفقكم وكل سنوات طيبين نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله شكرا كان معكم احفاد الان